رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه وإن الناظر إلى ما تعيشه الأمة في هذه الأيام من ظلم ومن قهر ومن عصف ومن استبداد وطغيان فإنه إذا نظر إلى الوراء إلى الجاهلية جاهلية العرب فإنه سيجد فيها خصالا ومآثر وسلوكيات أفضل بكثير مما عليه العرب اليوم رغم أنها تسمى جاهلية العرب لكنها إذا ما قورنت بما عليه العرب اليوم سيجد الإنسان وأن فيها تلك الجاهلية صفات وسلوكيات تتقدم عما عليه سلوك العرب اليوم تلك الجاهلية كانت تعبد أصناما من حجر جاهلية اليوم عرب اليوم يريدون لنا أن نعبد أصناما من بشر لا أقول أننا نحن إلى الجاهلية معاذ الله إنما تلك المآثر يبكى عليها في مقارنة مع ما عليه سلوك العرب اليوم جملة من المقارنات بين بعض ما كانت عليه الجاهلية وبعض ما عليه العرب اليوم بعد إذ انحرفت بوصلتهم عن الإسلام وعن الدين لما كان المسلمون الأول رضي الله عنهم يهاجروا يتركوا مكة إلى المدينة كان شيء تقريبا متعارف عليه أنهم لا يأخذوا معهم نساءهم ولا يأخذوا معهم الأطفال الغالب كان الواحد منهم رضي الله عنهم الصحابة في البداية يهاجروا بأنفسهم مش لأنه لا يريدون النجاة لأبنائهم ونسائهم إنما كان يهاجر هو مطمئنا إلى أن من بقي في مكة من العرب الكفار لن يعتدوا على عرضه لن يعتدوا على أطفاله مش ممكن نخوة العربي هكذا كان مطمن دليل يطلعوا يتركهن وراه كان عارف أن العرب لا يمكن أبداً للكفار أن يعتدوا على حرمات النساء ولا يمكن أبداً أن يعاقب الأطفال بسبب أبيهم فكان يخرج مهاجراً ويترك عرضه زوجته بناته مطمئناً أن يداً لن تمسهم بسوء ومن منا لا يعرف قصة أبو جهل لما أراد وبعض من معه أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فالبعض منهم فكر في طريقة قالوا نسعد إلى ظهر البيوت المجاورة ومن هناك نرى محمد عليه الصلاة والسلام نلقي عليه حجراً كبيراً فيموت وإذا بأبو جهل برفض الفكرة برفض الخطة برفض المشروع شوف كيف كانت نخوة وشهامة أبو جهل يقول إذا صعدنا إلى السطح لعلنا نطلع على عورات بنات العم شاهب بنات محمد ونساء محمد عرضنا هذا لعلنا نطلع على عورات بنات العم ما بصح ما بصح من شهال نقط المحمد مع إنه عدوه اللدود إننا نشوف بنات ولا نساء في ساعة البيت فنرى ما لا يحل لنا أن نرى بربكم أليست شهامة ومروة إذا صح لنا أن نقول أبو جهل أفضل من عرب يستغلون النساء والأعراض والأطفال للضغط على من يعارضونهم لماذا يستغل عنصر النساء والعرض والحرمات تستغل من أجل كسرة إرادة من يقولون لا لهؤلاء الطواغيط لماذا؟ لماذا يعاقب إنسان بتهمة لغيره الذين يعتقلون للنساء والأقارب من أجل فلان ييجي يسلم حاله وتطلع ييجي يسلم حاله وتطلعه معقول أبو جهل رفض أن يطلع على بنات رسول الله ومن يحكمون اليوم بلاد رسول الله يهددون النساء السعودية بالاقتصاب المعتقلات وبالإمارات يهددوهم بالاعتقال بالاقتصاب ومصر يغتصبونهن مين أشرف؟ تلك كانت جاهلية واليوم هذه جاهليتهم في الجاهلية الأولى فرضوا حصار على المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم وأن معه من الصحابة في بداية الدعوة واستمر الحصار ثلاث سنوات المسلمون في شعب أبي طالب منطقة بين جبلين محصورين كان القرار وقعوا على وثيقة وعلقوها على جدار الكعبة زعماء قريش ألا نبيعهم ولا نشتري منهم ولا نزوجهم ولا يتزوجوا منا ولا نكلمهم حصار شامل حتى كانوا يأكلوا أوراق الشجر حصار ماحق حتى كان اليوم الذي اجتمع فيه نفر من زعماء قريش البختري بن هشام والمطعم بن عدي وزهير بن أمية وغيرهم ماذا قالوا؟ أليس عار علينا هن من الموقعين الاتفاقين أليس عار علينا أن نأكل ونشرب وننكح النساء وا 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 وأبناء العم يموتون جوعا مش عيب مش عيب علينا مش عيب قريبنا هذول حتى لو كانوا مسلمين وإحنا كفار ما زلنا هؤلاء قاربنا عيب نواكلهن جعانين نشربهن عطشانين عيب فقاموا وذهبوا إلى حيث الوثيقة المعلقة على جدار الكعبة قال مش عيب احترام إلها معلقة هناك أجوا مش عيب مزعوها وجدوا أن دودة الأرض قد أكلتها مش باقي منها إلا كلمتين الافتتاحي له باسمك اللهم وقفوا وقالوا ما عدنا بعد اليوم نسمح أبدا أبو جهل طبعا غضب وقال إن هذا أمر دبر بليل أنتوا قاعدين ومتفقين وجايين قالوا دبر بليل دبر بنهار ما عدنا نقبل شهمتنا كرامتنا مرؤيتنا رجولتنا لا نقبل أبدا أن نجوع أبناء العم ماذا فعلت نخوة العرب لما حصر العراق العرب هم من حاصروها بيقدروا العرب من حدودهم وكلهم إلهم على العراق حدود أن يفتحوا حدودهم لا اليوم غزة من التي يحاصرها من يحاصر غزة اليوم سوى نظام السيسي في مصر ومن تدعم السعودية ولو أرادت السعودية ألا تحاصر غزة لألزمت السيسي بأن يرفع الحصار عن غزة لكن مرؤة أبو جهل مرؤة البغتري بن هشام ومرؤة زهير بن أمية على ما يبدو أنها أشرف من هؤلاء والعياذ بالله أشرف من هؤلاء لذلك رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه الجاهليين لما كان المسلمون يريدون الهجرة كان البعض منهم لا يقبل ويقف يعلن اعلموا يا أهل مك إن فلان قد دخل فيه جواري يعني جاري يعني بحمايتي يعني اللي بيقرب عليه اللي بيصيبه اللي بيسمعه اللي بيمسه كأنه ما سسني أنا ما كان البعض منهم يطيق مرؤته ما كانت تسمح إنه يشوف هذا المسلم تارك بيته ومرته وولاده وطالع كان يسمى هذا إعلان الجوار اسمع يا كل أهل مكة هكذا كانوا يفعلون القصة مشهورة عن الوليد بن المغيرة لما سمع أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه يريد أن يهاجر كان صديقه قبل الإسلام قال له وين يا عثمان معقول تطلعوا أنا هون معقول تترك بيتك ومرتك وولادك وأنا موجود أنت في جواري يا عثمان يا أهل مكة الحاضر يعلم الغايب عثمان بن مضعون في جواري هذا الجوار العرب كانت تحترم الجوار ما بدهم يفرقه بين الأب وأولاده ما بدهم البيت يتشتات مرؤيتهم لا تسمح لهم أن تتفكك البيوت ماذا يفعل عرب اليوم ماذا يفعل عرب اليوم وتجد السوري والفلسطيني واليمني الأب بالطراب وأخه بالسجن وأم عجوز في البيت وأولاد اللي بألمانيا واللي بفرنسا واللي بتركيا شتتت البيوت لماذا؟ لماذا ليست عندكم نخوة كنخوة الوليد ابن المغيرة؟ لماذا؟ العربي الجاهلي أشرف منهن العربي الجاهلي عنده مرؤة واحترام لكلمته أكثر منهم الجاهلية الأولى كانت تعذيب يا بالصفع يا بالجلد كربيج إلا ما ندر تنهني وصلوا للقتل إلا ما ندر هذه كانت وسائل التعذيب الجاهلية اليوم الجاهلية اليوم سياستها في تعذيب المخالفين يعني العرب حكام العرب اليوم سياستهم في معاقبة المخالفين هي سياست قهر الرجال قهر الرجال اللي استعاد منها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال هم يستخدمون سياسة قهر الرجال في قهر الرجال أكثر من أن يأتوا بالرجل الفاضل الفاضل المحترم العالم الجليل ويغتصب زوجة أو ابنة أمام عينيه لا بل يغتصبونه هو أمام زوجته وأبنائه في قهر الرجال أكثر منه يفعلونها في عالم العرب اليوم يفعلونها جاهليون عرب اليوم بالله عليكم إذا ما نظرنا إلى ما كان عليه العرب في جاهليتهم وإذا ما نظرنا إلى ما عليه سلوك العرب اليوم ألا نقول ما قال الشاعر رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه يريدون لنا يريدون لنا اليوم يريدون للمصري يصير يقول والله بعد ما يشوف أيام السيسي أي والله أيام حسن مبارك كانت حلاوي حتى شعبنا الفلسطيني يريدون له البعض أصبح يقول سقل على أيام إسرائيل من ظلم أبو مازن ومخابرات أبو مازن وسلطة أبو مازن وسرقات أبو مازن وجماعته أصبح من الفلسطينيين اليوم يقولوا سقل على أيام الاحتلال أعوذ بالله شعوبنا لن تسامح شعوبنا لن تسامح من جعلوا في مقدمة الصفوف خونا عملاء وسماسرة وفاسدين ومارقيين وأقزام وشعوبنا لن تقبل أبدا لن تقبل بأنه راحل مبارك وأجا سيسي وراحل احتلال وأجا بمازن كلهم طواغيت شعوبنا لن تقبل لا بتاغوت فلسطيني ولا بتاغوت مصري ولا بتاغوت سوري ولا بتاغوت سعودي شعوبنا لا تقبل إلا أن تحكم بشرع الله وبدين الله ومن أبنائها الخيرين الصادقين المخلصين زمن الروايب بضاة هذا لن يطول إن شاء الله وحتما ويقينا حتما ويقينا سيطلع فجر أمتنا إن شاء الله وستشرق شمسها إن شاء الله بعد هذا الليل انهار بعد هذا هذا العتم نور بعد هذا الظلم فرج بعد هذا البلاء الله عز وجل سيجعل لنا مخرجا إن شاء الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم ألف بين قلوب المسلمين واصلح ذات بين المسلمين واحق اندماء المسلمين واهدهم سبل السلام اللهم اللهم مبعث فينا قائدا ربانية يقودنا لطاعتك والعمل بسريعتك يا رب العالمين اللهم لا ترفع لهم راية اللهم لا تحقق لهم غاية اللهم اجعلهم للناس عبرة وآية اللهم إنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب